أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن نظام أردوغان أقدم على ارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من 150 من المدنيين الأبرياء وذلك باستهداف الطيران الحربي التركي قرى وبلدات حساجك الوردية حسيا غول سروج سد الشهبة أحرس أمحوش في ريف حلب الشمالي وأكدت القيادة العامة أن هذا العدوان السافر الذي استهدف المواطنين الأبرياء يعد تطورا خطيرا من شأنه أن يزيد في تعقيد الموقف وتحذر من أن أي محاولة لتكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران الحربي التركي سيتم التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائط المتاحة وحذرت القيادة العامة في بيانها من أن هذه الأعمال غير المسؤولة ستؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتسهم في تمدد الإرهاب وانتشاره